شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي النيباد صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الاجتماع شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجهية للنيباد من الرئيس سيرواندي بول كاجامي حيث من المقرر أن تمتد رئاسة مصر حتى عام 2025 وفي كلمته خلال هذا الاجتماع استعرض رئيس السيسي أولويات الرئاسة المصرية للنيباد شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس في أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي النيباد وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الأعضاء في اللجنة الاجتماع شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجهية للنيباد من الرئيس الرواندي بول كاجامي وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصري بسم الله الرحمن الرحيم أخي فقامة رئيس ماكسال رئيس الاتحاد الإفريقي أخي فقامة رئيس بول كاجامي رئيس لجنة التوجهية رؤساء دول وحكومات النيباد السادة رؤساء دول وحكومات لجنة توجهي النيباد السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيدة ناردوس بيكيلي توماس المدير التنفيذية لسجرتارية الوكالة أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لأخي فخامة رئيس بولكا جامي على ما بزله من جهود خلال فترة توليه رئاسة اللجنة على مدار السنوات السلاسة الماضية لا سيما في ظل التحديات الجمع خلال تلك الفترة كما أشكركم على ثقتكم الغالية التي منحتموني إياها لتولي رئاسة اللجنة خلفا للرئيس كجامي وودي في ذات السياق أن أعرف عن التقدير للرئاسة السنغالية للاتحاد الإفريقي على مدار عام كابل التي شهدت جهدا خالصا من جانب أخي فخامة رئيس ماكيسال لدعم مواقف القارة الإفريقية ودفاع عن مصاليحها في مختلف المحافل الدولية كما أدل الإشهادة في هذا الصدد بنتائج القمة التي استضافتها السنغال مطلع شهر فبراير الجاري لتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة السيدات والسادة لا شك أن الأزمة الاقتصادية الدولية التي نمر بها تقود من جهود التنمية في قارتنا الإفريقية الأمر الذي أستلزم النظر في موارد تمولية جديدة وغير تقليدية كما يتطلب مزل الجهد مع شركاء القارة في حل أزمة الديون المتراكمة بما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي وأسمحوا لي في هذا الصدد أن أستعرض معكم أولويات رئاسة مصر لوكارة الاتحاد الإفريقي للتنمية النبال خلال الفترة من 2023 إلى 2025 والتي تمثل أهدافا ستسعى مصر جاهدة لتحقيقها بالتعاون مع الدولة الإفريقية الشقيقة ومن خلال سكرتارية الوكالة أولا تكثيف جهود حجر الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة ومن بينها تطوير البنية التحتية بما يسب مباشرة في صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063 لا سيما من خلال حجر التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية والتي تتضمن 69 مشروعا خلال الفترة من 2021 إلى 2030 من بينها مشروع خط الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط والذي أشب بتولي ريادته وكذا طريق القاهرة كيبتاون ضمن مشروعات أخرى ذات أهمية لدولنا ثانيا التركيز على محور التحول الصناعي والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج خلال القمة الإفريقية الإستثنائية حول التصنيع التي انعقدت في نيامي في نوفمبر 2022 ومن يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القرية التي أصبحت تمثل ضرورة قصوى خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ثالثا الإسراء في تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية مع دعم الدول الإفريقية لتعظيم الاستفادة مما ستتيحه الاتفاقي من فرص للاندماج في الاقتصاد العالمي ومن زيادة فرص العمل خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة رابعا تأكيد أهمية مشاركة الدول الإفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية إذ انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في هذا المجال على مدار الأعوام الثمانية الماضية كما أود الإشارة في هذا الصدد إلى مشروع تنموي ضخم وهو سد جوليس نيريري في تنزانيا الذي يعد نموذجا يعتزى به للتعاون بين الدول الإفريقية في المجال التنموي ويتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية ونحن على أتم استعداد لمشاركة خبرات الشركات المصرية مع الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى خامساً تكسيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين ومؤسسات التنمويل الدولية لسد الفجوة التنمويلية في مشروعات التنمية المستدامة وتخفيف أعباء الدين عن الدول الأكثر تضرراً مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم ترحوها خلال قمم الشراكات التابعة للإتحاد الإفريقي السادة الحضور أتطلع للتنسيق بشأن أولويات الرئاسة المصرية للنباد مع أشقاء أصحاب الفخامة رؤوساء الدول والحكومات عضاء الأجنة التوجيهية والتعرف على مقترحاتهم في هذا الصدد استأتي رئاسة مصر للنباد تمثيلاً لدول القارة الأشقاء حيث تمثل تلك الأولويات أهدافاً نتشارك في تطلعنا لتحقيقها تلبية لتموحات شعوبنا وسعياً لتحقيق التنمية التي نصب إليها شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته